شكنا رضيت علينا أخيرا شورعتي ما فينا شكالي وما فينا شماني ليش أنا شبني رايق ليكني لا تجلني ما في شي طمنيني كيف كان موعدك السري ما في لا موعد سري ولاش فيه هي أنا ما كنت أحكي الطمني ميديا مهول ما كنت أحكي قدام ميديا أحكي طبيعي ميديا مهول ما دخل ميديا؟ هلأ هي ما دخل بشكل مباشر بس رح أحكي لكم بس ما بتشوبوا سيرة ولا حدا طمني لولو هزار اللتاتي مو معنا ونحنا بيناتنا نحنا لتلاتة ولا واحدة تحب تلت نظبوط هاي اليوم الصباح تصلوا فيني شركة إنتاج وطلبوا مني أمرق العنبون شركة إنتاج؟ شو يعني؟ شركة إنتاج فني لك تبع المسلسلات بتي أشتغل بالتمثيل هاي؟ يعني ممثلة ورح نشوفك بالتلفزيون؟ اي حتشوفوني بالتلفزيون مبارح الممثل كان المخرج يا ربي كان مبارح بدي فيليه فشافني بالعرض عم حب كتير مشيتي على البوديوم وقالي إنو وشي شغلي هيك بتشبه تليجينيك إنو مناسب للتلفزيون اي آم عطاني دور أصلا وقت لجيتني في رصة التمثيل ورفضتها لو ماني رافضتها كنت هلأ أصرت نجمة معروفة مجنون يحكي وعقلي سمع يعني قال رفضتها قال مونطق الله برغي عن طانت فريدة اي نفس الشي لا تتمسخري اي ماشي لك هلأ مو هون السيرة السيرة لو بتعرفوا مع مين الدور مع مين؟ ما رحل لكم لا بالله بالله تقولي أمير شاكر بشو حمو حمو يا بي ومتوزحي لك لا أم عم بمزاح هو أمير كان مبارح عضران الدفلي مع هذا المخرج اللي عم لكم عليه آم كتير كتير أعجب فيني أمير شاكر يا الله أنا شو بحبه لهذا الزماني لك يا قبر قلبي على فكرة هو أحلى واحد بما يكلم الممثلي اي لأ حبيبتي قصة يخولي أحلى واحد هلأ اتنين عطان حلوين بس تايب حسن أحلى منهم اي لأ ليلا أمت رح تشوفي أمير شاكر اي أمت بدك تروح تشوفي أنا اليوم رحت عالشركة بالصدفة شفته بالصدفة شفته بالصدفة شفته لأمير شاكر وظلينا قاعدين عم منطق حنك أنا وياه شيربع ساعة عم تمزحي حكاكي هيك طبيعية يعني متل بني آدمين يعني متل ما نحنا نحكي مع بعض سمعت لأنه أنه نفسيته منقريفة ما بحب يحكي مع حدا لك أجدا بالعكس هو حدا كتير متواضع ومسالم هيك بيعطي متل ما نحكي مع بعض وحتى صار يقلي للوشة مدري لولو صار يدلعني وبرق للبي وحزيري شو صار كمان أعطاني رقم تليفونه أعطاني رقم تليفونه أعطاني رقم تليفونه أعطاني رقم تليفونه وقالي إذا بدك أي مساعدة أنا جاهز يعني أنتي معيك رقم تليفونه وساكتة لك اي شو صار للكوم شو حلو أعطاني رقم تليفونه خصوصي نعم إذا بدك نشتغل خصوصي بعمومي بعدها نسيارة أحسن ما تجيب الشرطة هلا اي طولي بالك اي بعدنسيارة اف افعال غلازة ايه لك تضرب يا ميديا لك بجوز هذا معجب وضي وقى منك أوتوغراف مبعتلك شو حوبة هلا بيقول عنك إنك شايفي حالك ناقصك ناقصك لولو طيب ما قلتلي لمش ما بدك ميديا تعرف اخطايا الحرارة هلا بتزعل إلا ثلاث سنين متخرجن للمعهر ولسه ما في غير عم بتعس على مشهد ومشهدين وليك أجتني أنا الفرصة على البارد المستريح وهي قلع عرض أزياء وماء لي علاقة بالتمثيل عين العائلات قولي للميديا لأنه إذا قلت لي بتخرب لك كليل مشروع إلا أحبي بتي غلطاني أنا مع أنه ميديا تدراه لأنه إذا دريد ستنبسط لك كثير كثير مظبوط لي لي حكي النور على فكرة ممكن تساعدك صحيح أحيانا بتمثل بطريقة بتهوي بس بيضل عنده خبرة بالمجال صح ولا لا اي صح ليلى حبابا ديقيله الأمير شاكر خليني أحكي معه لا أشو عم تحكي ما بقدير شو دقله هلا مشاني قولنا صدقت أخد منه الرقام لا لا حبيبتي هيك بخفف حالي كتير لازم أتقلي شوي ليلى يستر عليك دقيله والله حبابا اسمع صوته الله يوفقلك يا الله ولا معفيني مشان نفضل لا إليك أي حجي واحكي معه الله يوفقك اندي إليه الله يخليكي فشو بدي يتحجج له بايشي تحججي له بايشغلة بعدين حبيبتي هو لما بده ياكي تحكي ما هو ما كان عطا بكي رقم تليفونه مظبوط يلا دقيله ليلا يلا يلا دقليلي يلا يلا دقبسيني والله لو ما بحبكم كلها تكون من كل قلبي ما كنت بتتصل فيه كرما لكم بس تذكروا لك خلينا ياكي يا أملولي يا عظيمة انتي كرمالكم بس ها لك يلا فيه أحياناً فيه بالليل بحس حالي مخنوق بدي أبكي عفوا أيوة ألو كيفك استاذ أمير مين معي أنا ليلى ليلى اللي شيت لعندك اليوم من الشركة بالصدفة شفتك الشركة أهلي للوش كيفك حبيبتي منيحة أهلي للوش يا بي يا بي يا بي منيحة منيحة الأميرة أنا باعتذر منك بس ما أكون دقيت بوقت غلط بالعكس مرسي أنا كتير مبسطت بتليفونك لو أنت ما دقيتك كنت أكيد أنا رح دقلك لا أسمع الصوت الحلو كنت أسألك عن شو منش عن العقود عندك فكريات ترحيتوقها؟ طبعا عندي فكرة طبعا هلأ الفنيين خلصوا توقيع الأوقود وظل الموثلين الأسبوع الجاي بيوقعوا شدي حالك ها انت بابين خاف عليكي مرسي شكرا لك بس كنت بديئة أنا مرحبا أميرو مرحبا أستاذ أميرو أنا بحبك كتير كتير بس حبك خوي على فكرة أنا اسمي نور طبعا أنا مخطوبة وخطيبي بحبني كتير وبيغار علي طبعا إذا عرف هل أن أنا عم بحكي معك رح يجن جنانه خطيبي اسمه واقع إلا كان سلمينا على خطيبك مع ناتا إيه أستاذ أنا باعتذر منك ما علي طولنا عليك كتير كل آياتنا بس هاي من كتر محبتهم فيك كتير من حبتنا إحنا إيه والله لا بالعكس فيكي تاخدي الوقت كله بالمناسبة شو في عندك اليوم المساء بصراحة أنا حاب أزنك العشاء إذا ما في مانع طبعا ما عنده شي ما عنده شي شو بتقيله لا تقيله فادي ما في شي فاديا ما في شي هلأ الساعة ستة تسعة منيح كتير منيح ممتاز 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 ايه أوكي باي 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 أنا آسف بس بتعرفي شغل وضغط بس عم حس حالي أوقات عم بختنق بس فيق بالليل فهي هاي الحالي عم تتعبني